أسعد الله وقدكم مشاهدين ومتابعين أهلا وسلا فيكم عبر البث المباشر من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد مشاهدين ومتابعين متوصلين معكم في برنامجنا ولقاءتنا مع فرسان وفارسات النجاح في محافظة طول كرم اللي أعطونا صورة وصفحة بيضاء من الفرح اللي أضغوا الفرح على أهليهم من خلال المعدلات العالية اللي كانت طول كرم هي تعود للواجهة من جديد بالتفوق والتميز اليوم مشاهدين راح يكونوا إحنا وياكم مع أحد المتفوقين ونجوم محافظة طول كرم مؤمن أشرف الجلاد الحاصل على معدل تسعة وتسعين ألف مبارك الله يبارك فيك يا رب يعني مؤمن أول شيء المعدل مش بسيط يعني رغم الظروف الصعبة اللي عشناها جائحة كورونا الحرب إلا أنه هناك زي ما قلنا وتحدي من قبل طلابنا أنه ما في أنه غير سلاح اسمه سلاح العلم يعني كيف كانت دراستك والوضع خلال السنة وكيف دور الأهل كانوا معك والله أول شيء أنا بداية السنة يعني ما كان بفكري أبدا هذا المعدل أنا كان يعني المهم أنه أجيب التسعين بعدين لما شفت يعني فت على المواد يعني محذوف كان كثير منها وحكيتي يعني أنا لأ بإمكاني أجيب 95 وفوق بعدين برضو لما مشيط يعني الحمد لله فت على المتحنات حكيتي يعني المتحنات سهلة يعني قلت إن شاء الله بجيب 98 وفوق والحمد لله يعني أجت صعيبي وزيان طيب يعني شو بتقول للناس اللي كمان يعني اللي موجودة واللي حلف الحظ والناس اللي ما حلف حظ وخاصة يعني الوالد والوالد والعيل انت أضغط عليهم الفرح لكن في ناس ما فرحت لأنه ما حلفهم الحظ والله هو التوجيه يعني مرحلة ماشية بتمشي فيها للجامعة بس هاي مرحلة ما بتنتهي عندها إنه مثلا واحد جاب أقل من تسين أو أقل من تمانين مش إنه خلص انتهت الحياة لا يعني في مجال إنه يعيدها لسا عنده تكميله وعنده ميت إشي يعني طبعا أول إشي لأهلي اللي ساندوني بها المرحلة الصعبة ووقفوا معي وطبعا لأسادتي الفاضلية جميعا اللي وفروا لي بجائحة الكورونا عملوا لنا يعني منصة تيمس هي أكانت أحسن منصة بجميع المدارس وكأنك موجود في الصف أيوة آه تمام وأسادتي ما شاء الله عنهم يعني تدريسهم ما فيه أي تقصير فيهم وطبعا أستاذي الخصوصي أبو الراتب برضو ما كسر معنا أبدا يعني يظلوا لآخر لحظة وهو يعيد ويعيد المهم إنه توصل معلومة صح معنا وإنه نجيب معدلات عالية والحمد لله يعني كل شي تمام كان مبارك مبارك طبعا احنا برضو كمان المحلات والمؤسسات بيحبوا شاركونا الفرحة مع طلاب الثانوية العامة بيش رمزة وهذه هدية مقدمة من بوتيك النظار شكرا لهم الله يبارك فيك طيب نتكل للوالد يعني الوالد إله دور كمان ووالدته إله دور كبير جدا لكن الوالد يعني رغم الانشغال في البضائع وما البضائع إلا أنه لك دور كمان يعني مؤمن اليوم عمل فرحة في البيت والعائلة والجو يعني شو بتقوله اليوم سيدي الحمدى أربع من هذا التوفيق لله سبحانه وتعالى وهذا كرم من رب العالمين نص الله رب نعين على شكره وزي ما حكت الأب بنشغاله في الرزق فأنا بنصح الأبا أنه المطعم الاحلال أضب مطعمك تستجب دعوتك كل إنسان إنه دعوة وبحتاج لله سبحانه وتعالى بده تستجاب يطيب مطعمه المأكل الحلال هذا أفضل شيء بقدره أقدمه كأب لأبني وإني أدعينه في ظهر غيبين شاء الله تعالى نص الله التوفيق بإذن الله تعالى والسداد لك قدامه اختار تخصص صح يلاقي فيه وظيف صح وينفع المجتمع بإذن الله تعالى وقعت النتيجة والله صدقا أنا كنت متوقع ما فوق ال96 يعني هيك المعدلات اللي أنا كنت متوقعها لكن سبحان الله فاجأنا وهو كان كتومت والفترة دراسته والحمد لله رب عمين وإخوانهم متقبل برضو اثنين فاجأونا نفس الشيء والحمد لله رب عمين طيب شو تكل كمان للناس اللي نجحوا واللي ما حلفهم الحظ والله اللي نجحوا وبرك الله فيهم يعني إن شاء الله ربنا بيتم من فرحهم في اختيار تخصص صليم بإذن الله تعالى وتوفيق وينفع هالأمة بإذن الله تعالى واللي ما حلفهم الحظ برضو يعني الحياة ما بتنتهي في الأكاديمي القطاع المهنية موجود وبرضو إذا يخاطر في الأكاديمي يعيد ما في مشكلة فرصة الفرح هذا اللي صار دافع له أن يعيد النظر مرة ثانية وأن يعيد وتفوق بإذن الله تعالى وكل يعني كل إنسان ربنا مسير ولغ شائف هذا الكون بإذن الله تعالى شكرا لكم الله الله يبايد فيك تسنو الله لكل مجتهد النصيب مشاهدة متابعينا يعني مؤمن أشرف الجلاد عنوان كمان للتفوق وكي زي ما قلنا إنه في سماء طول كرم دائما هناك التفوق والنجاح والتمييز فدائما نبارك لكل الناجحين والناجحاته وطول كرم تعود من جديد بعد غيمة سوداء من الغياب في النجاحات لتعود تؤكد مقولة الشهيدية سعرفات بأنها محافظة التفوق والنجاح والتمييز ومؤمن أحد نجوم محافظة طول كرم بهذا التفوق نتمنى له التوفيق ونجاح في مسيرته الجامعية ومشاهدنا متابعينا مكابلين معكم رسالتنا وسفينتنا اللي بتبحر في سماء النجاح من شاشة تلفزيون الفجر الجديد لنستكمل مشوار معكم في لقاءتنا مع الفرسان والفارسات أشكر زميل علاء جلاد من وراء الكاميرا أسماعيل بلعوي على البث المباشر ومني أنا منتصر العناني خلي عيونكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة